الله سبحانه وتعالى خلق مدرسة هي الحياة دبر فيها كل شيء للتعلم فتح هذه المدرسة عشان الإنسان يتعلم كل فنون محبة الله هذه مدرسة نتعلم فيها فنون محبة الله فعشان كده ربنا حض مقررات دراسية في الحياة وصنع هذه المقررات بمنهج اسم التدبير فدبر الحياة وربنا سبحانه وتعالى يسندنا ويعلمنا الدروس فكل مشروعاتك ممولة بمدد الله ورحمة ربنا وحكمته وعشان كده احنا محتاجين نكون رجال رجال من اللي وصفهم الله سبحانه وتعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه فبيحتاجين ان احنا نكون في هذه الحياة عندنا مفهوم الرجولة كلمة الرجولة اللي بيشترك فيها الرجل والمرأة فراء والجيم واللام ملهم بتعني الحركة وعشان كده فيها معنى الرجل اللي بنتحرك فيها فنسعى لان السعي والحركة ركني من اساسي من الاركان الرجولة فاحنا لما بنتحرك وبنسير بنتحرك ونسير في صحبة الله من اتاني يمشي اتيته هرولة وعشان كده ربنا بيحب ما بيحبش القاعدين لاني هو الله سبحانه وتعالى امامنا استعن بالله ولا تعجز استعن بالله تجده تجاهك امامك فهو يريدنا ان نتحرك ولذلك احنا لما بنيجي نتحرك بقى بنزيح من قدامنا خمس حاجات بتحصل لنا بسبب الصدى لما نتحرك بقى اول حاجة بنزيح عننا فقد نور الوصل بالله سبحانه وتعالى الناس متصورين انه اذا اتحركت هتحرك تجاه المجهول لا 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 لما بتحرك بتحرك في تجاه استقبال وجه الله لكن انت اذا سعيت فانت تقابل المأمول بتقابل الامل اللي ربنا سبحانه وتعالى صنعه لك تقابل الكريم سبحانه وتعالى من اتاني يمشي اتيته هرولا فانت مش بتتحرك للمجهول انت بتحرك لمن لله سبحانه وتعالى تتحرك لتلقى الله سبحانه وتعالى كريما ودودا وساعتها تشعر بوصل الله سبحانه وتعالى وبنور الله واذا ما تحركتش تلاقي غير سواد نفسك اللي ايه اقنعتك ان انت ما تتحركش وتخليك عايش في الظلمة تاني حاجة بتزيح الحركة والسعي استصغار النعمة في قلبنا عارفين الناس بتحبط ليه الناس بتحبط مش لانها لا تملك ولكن بتحبط لانها لا ترى ما من الله به بها عليها به يعني هو محبط مش انه لا يملك ولكنها ولكن الناس تحبط لانها لا ترى ما من الله عليها به الانسان بيحبط لانه مش شايف اللي ربنا سبحانه وتعالى القاه عليه واغرقه فيه من النعم مش هو مش محبط لانه مش حاسس انه ما يملكش لكن لو رأى ما من الله بيها علي اكيد مش يحبط ويستمر في السعي الى الله وان تعود نعمة الله لا تحصوها انت غرقين في نعم الله فاستمروا يحبط ازاي وعنده كل الخير والبركة دي ونزاك الانسان بيفقد قيمة النعمة لما يقف واذا سعى يرى عظيمة نعمة عظيمة نعمة الله سبحانه وتعالى ثالث حاجة بتزحى الحركة ان هي تزحى اننا جلب الاحزان انت وقاعد بتجرب كل الاحزان عليك ما شفت الشيء جالب للاحزان زي القعود القاعدة نفسها تحزن يا اخي القاعد سلم نفسه تسليم اهالي للنفس الامارة بالسوق فالنفس ايه اللي يحصل عاد بها تقلو بالاوفرثينجنج وتخليه يفكر تفكير عمال على بطال لغاية ما التفكير دا يستهلكه لكن لو ده حرك هيزحى النفسه دا لانه هيبقى مشغول بانه يستثمر نعمة ربنا رابع حاجة بتزحى الحركة وبيزحى السعي ايه هو تزح دمور عين القلب القلب دي عين بل الانسان على نفسه بصيرة اه ليه عين العين دي بتدمر لما الانسان يوقف لكن لما يتحرك اللي حاصل النعمة دي العين دي بيرجع عليها البصر لان الانسان اذا ما تحركش عينه ما تقدرش تشوف سعة الله سبحانه وتعالى واذا تحرك ربنا سبحانه وتعالى يوسع عليه ودايما انا بقول لكم ان ضيق الرزق من قسر النظر فلا يرى بنور البصيرة فيظل عاجز ضعيف الارادة لكن انه لو تحرك تنجلي بصرته فيرى ووسع الله خمس حاجة